المترجم للقناة وعلى فترات ستمس كافة المناطق الساحلية تكون تحت وقع الرعود بالنسبة لسواحل الغربية بينما تكون أجواء مشمسة تماما على أغلب مناطق الجنوب الكبير للإشارة الرياح ستكون قوية نحو المرتفعات الشرقية تعمل على تطاير بعض الرمال ريح قوية أيضا بشمل الصحراء الصحراء الوسطى والجنوب الغربي ستعمل على نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية الحرارة خلال ليلة اليوم ستقرب عشر درجات بسعيدة والبيت مبين خمسة عشر إلى ستة عشر بسواحل تقرب ستة عشر درجة أيضا ببتنة نفس المقياس بشمل الصحراء اثنت عشر درجة ببشار اربعة عشر ببسكرالا غاية ورغلا احد عشر درجة فقط بثمن راس وترتفع إلى ثمانية عشر بوسط الصحراء فيما يخص الحرارة القصوى خلال يوم الغد ستعرف تراجع مقارنة بنهار اليوم هذا على المناطق الغربية وكذلك الوسطى حيث ستتروح من بين خمسة عشر فقط إلى ثمانية عشر بالمناطق الداخلية الغربية والوسطى ترتفع إلى عشرين درجة نحو وهران وتنمسان تقرب ثلاثة وعشرين درجة بالعاصمة اثنان وعشرين درجة بتزيوزو بقسنطينة وبتنة بينما تبقى مرتفعة بأقصى سواحل الشرقية تقرب سبعة وعشرين درجة بسكيكدا عن نبا والطرف نفس المقياس بغردايا اثنان وعشرين درجة ببشار واحد وثلاثين درجة هذا بكل من إليزي إنما ميناس كذلك إنسالح وأدراد لن تتعدى ستة وعشرين درجة بمرتفعة الهوغار وتسلي وتقرب ثلاثة وثلاثين درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب البحر سيكون قليل الاتراب لا مضطرب نحو كافة المناطق السحلية الرياح ستكون ضعيفة نحو سواحل الوسطى وتكون معتدلة بسواحل الشرقية ضمن تيارات غربية تماما تضر إلى الشمالية الشرقية خلال الظاهرة بينما تكون ضمن تيارات جنوبية غربية نحو السواحل الغربية بنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله إذن خلال يوم الجمعة سنبقى نسجل أجواء غائمة على العموم مرفوقة بأمطار محلية الرياح ستكون قوية على كل السواحل كذلك على المناطق الداخلية الوسطى والغربية بعض الأمطار أيضا تكون غير مستبعدة بالمناطق الداخلية الوسطى والشرقية وتكون أجواء مشمسة تبقى تميز كافة المناطق الجنوبية درجة الحرارة تعرف بعض التراجع يوم السبت بإن الله السحب السفلة تبقى حاضرة على كل السواحل حتى على المناطق الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية وهذا خلال صبيحة احتمال دائما لبعض الأمطار خلال صبيحة تحسن تدريجي خلال الظاهرة بحول له ريح قوية نسبيا نحو سواحل الوسطى والغربية واجواء مشمسة تماما بالمناطق الجنوبية درجة الحرارة مستقرة مقارنة بيوم الجمعة أما خلال يوم الأحد هنا مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب عودة الأجواء المستقرة والمشمسة على كل المناطق الشمالية مع تشكل ضباب كتيف خلال الصباح الباكر نحو سواحل الوسطى الغربية كذلك بالمرتفعات الداخلية ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة عن وقت غروبة شمس نهار الغد أقول على مساوى العاصمة سيكون في حدود الخامسة مسان و33 دقيقة أما الشرق بإنيله على الساعة السابعة صباحا و52 دقيقة مشاهدين أشكركم على حس المتابعة